السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أتمنى من الله أن الجماعة يكون بخير وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين وما زلنا في رجال ألمع رجال ألمع طبعا أنا عملت منها جزء أعرضته وده الجزء التاني وفي جزء تالت للجزء اللي هو تحت للدور الأرضي ده إحنا دلوقتي في الدور التاني والدور التالت من القرية التراسية صورت لكم في متحف وده متحف تاني خلي بالكم يا جماعة برضو للأمانة العشرين ريال اللي دفعتها في المتحف الأول بتدخل بها كل المتحف الموجودة هنا بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده حاجات أنا مش عارفة يا بتاعت اي خالص زي ما قلت لكم قبل كده المفروض يكون في حد هنا يفهم الناس الحاجات دي ايه؟ كان بتستخدم لإيه؟ يعني واحدة زي مثلا ما عندهاش فكرة عن عن الحاجات القديمة في السعودية أنا أحب أعرف أحب أستكشف أحب أصقف نفسي بكل حاجة أنا بتفرج عليها ده تقريبا كده حاجة يعني كان بيت عنفها حبوب أو شي يعني مثلا أمح رز حاجات زي كده يعني يعني بتهيألي كده يعني وده أبريق مع كسات وده كرسي خشب شكله حلو وده ده يمكن حاج النار ايه بس شكله غريب سبحان الله أول مرة شوفه المكان ده يا جماعة القرية التراصية رجال ألمع عشان لو حد سألني وأنا سبحان الله أغلب الأحيان بكتب العنوان في عنوان المكان اللي أنا بصور منه بكتبه في صندوق الوصف وكمان بكتبه في العنوان الفيديو وزة نفسه ومع ذلك هتلاقي أحد يسألني يقولي المكان ده فين رجال ألمع القرية التراصية بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده يعني حاجات حلوة وغريبة بصراحة أنا ده غريب بصراحة معرفش هو ايه يعني هو آه هو كان بتطبخ عليه أو بتعمل عليه بس شكله غريب جدا أول مرة شوفه يختلف عن اللي عندنا في مصر اللي هو بو شرايت أو اللي هو ايه أبو كباس ودي سأل له ودي حاجات تانية يعني أواني أواني فخرية أواني يعني ألمونيا آه الحاجات دي بقى خلي بالكو متحنطة يعني ده غزالة حقيقية آه استضوها أو ماتت الله أعلم وحنطوها زي ما انتوا شايفين كده ده حاجات متحنطة أنا أول مرة بحياتي بصراحة أشوفها وده وده غزالة وبنتها برضو متحنطين بسم الله ما شاء الله آه شكلهم حلو على فكرة هم يبانوا على طول إنهم مش ألعاب إنهم متحنطين يعني أشكالهم باينة خالص يعني هنا خلاص مش هنا من عند المتحنطين دول أيوة انتبه يا معبود للباب اللي خبطك في اللي خبطك في المقطع اللي فات آه ودي تقريبا كده والله أعلم يا أم كانوا بيناموا عليها يا أم عاملينها للجلوس شوفهم النظرية بتاعتي صح أنا بقول الناس اللي كانوا موجودين هنا أيام زمان والله أعلم ممكن يكونوا كانوا من انقصار القابة يعني 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 قصيرين مثلا لأن حاجاتهم صغيرة قوي حاجاتهم صغيرة خالص حاجات اللي بيناموا عليها والمداخل بتاعة الببان ويعني شفتوا السقف بتاع الغرفة دي هار جمال عبارة عن خشب بس معمول بطريقة حلوة يعني طريقة حرافية واللي انتوا شايفينها دي زي ما قلتلكم عن مصنوع من الخوص ومن الخشب اللي هو الجريب بتاع النخل ودول المتحنطين شكلهم حلو أربعة أربعة حيوانات ثلاثة آه غزلان وواحد كلب شوفوا من بره المنظر روعة بالشباك كده اللي بحادي صور آخر جمال بصراحة بسم الله ما شاء الله حاجة حيلة خالص آه ده كله من الشباك مطاجة هنا هطلع أيوان تبهي معبود لراسك اللي بتتخبق كل شوية وهرجع عند الحاجات دي تاني عجباني بصراحة حلوة اللي بتاع يعني هي زي الزلعة عندنا في مصر بس دي على قعبورة شوية يعني ايه آم شبه القرع العسل كده شكلها حلو أكيد لها علاقة بالمية ودي أربعة دي طبعا معروفة يعني مش محتاجة حد يقول لي عليها سهلة يعني آه وده شباك تاني برضو حاجتهم حلوة بس إنها بسيطة بس فيها حاجت والله أنا معرفها خلص أول مرة في حياتي أشوفها وده اللي بخلينا أقول تمنيت إن في حد بيشرح أو حد بيفهم يعني صح يستمتع ويطلع بمعلومات مش زي ما يدخل زي ما يطلع لا طبعا شوفوا من فوق بسم الله ما شاء الله مبنيها خطيرة وجميلة هنا أنا ما شك كده وكنت خايفة لأن أنا من الناس اللي بتخاف من المرتفعات لكن شوية شوية كده بسم الله وعلى بركة الله وروحت هنا عشان أصور الجبال بقى من فوق منظر الجبال من فوق بسم الله ما شاء الله آخر جمال وآخر فخامة زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله الجبال الشامخات بصوا أحلى حاجة عجبتني زي ما قلت لكم بعيدا بقى عن القرية التراصية والحاجات دي برضو حلوة كل حاجات هي حلوة بس اللي عجبني أكتر وشديني أكتر هي البيوت اللي في الجبال اللي مبنية فوق على قمة الجبل أو جنبه أو سبحان الله ولا إله إلا الله آآ سبحان رب العالمين اللي بيحلل كل واحد حياته وبيخلي كل واحد يكون راضي بالمكان اللي هو فيه وبيخلي كل واحد عنده قناعة إن المكان ده هو أكتر مكان ناسبني وأكتر مكان آآ أنا حبه سبحان الله ولا إله إلا الله هي كده يا جماعة يعني سبحان الله ربنا فعلا بيحلل كل واحد عشته آآ وبيسر على اللي اللي هو أصلا بيسر على نفسه وعلى أهله وعلى الناس بسم الله ما شاء الله المنظر من فوق بصه تحفة فنية وكأنه قدامكم لوحة لكن لوحة من صنع الخالق لا إله إلا الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله شايفين أنتو الجبال حاجة آخر جماعة خالص بسم الله ما شاء الله طبعا لسه في مقطع تالت وهو خاص بالأزياء آآ بتاعت رجال ألمع وأكتر الحاجات اللي بيستخدموها بقى دلوقتي في العصر اللي هما فيه مش حاجات قديمة يعني هي هو تحت المحل تحت هو طبعا محل هدايا اللي جاه وعايز ياخد مثلا حاجة هدية عايز يهدي حد آآ عايز ياخد تسقار مثلا فيه ناس بتحب انها تاخد تسقار من اي مكان تروحه حتى ولو صورة ولو كارت معايدة اي حاجة المهم حاجة عليها رسمة المكان اللي هيكت فيه وبصراحة المكان هنا بسم الله ما شاء الله يستحق يستحق ان الواحد يعاني وينزل له ويشوفه بصراحة حلو رغم ان السفر لرجال ألمع صعب بسهل يعني انا بحب اكون صريحة في نقل كل حاجة بصورها او كل حاجة بحاول ان انا نقول لكم تجربتي فيها الصفر صعب بس اللي هيقابلكوا بعد الصفر بصراحة حاجة منتهى الجمال والروعة حاجة تستحق ان انتو تتعبوا شوية عادي يعني مفيش اي مشاكل شايفين انتو المبنى جميل خالص خالص وفي غرف كتير وببالها صغيرة بسم الله ما شاء الله المهم يا جماعة بقى ان عجبكو الفيديو عملولي لايك وان ما عجبكوش عادي اتفرجوا من غير لايك واللي يحب يشترك في قناتي التانية انا هسيب لكم لينك القناة بنزل فيها حاجات مختلفة عندي خالص يعني ان شاء الله انها هتعجبكم هسيب لكم لينك القناة في اول تعليق مسبت تحت الفيديو ده اللي يحب يشترك الله يحييه واللي ما يحبش وعايز يفضل هنا الله يحييه برضو مش هنختلف خالص والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته اشتركوا في القناة